تتبع معكم في التطورات الشأن الأمريكي ليلة يبدو أن هامش المسار القانوني يضيق أمام حملة الرئيس دونالد ترامب بعد القرار الأخير لمحكمة بنسلفينيا هل هناك ما يؤشر لأن الرئيس سيتراجع عن هذا المسار قريبا؟ أبداً أبداً جلال يعني الرئيس في هذه الأثناء ونحن نتحدث هو يلعب الغولف وفي نفس الوقت لا ننسى تغريدته أنه من هنا للعشرين من شهر يناير أمور كثيرة قد تحصل وطبعاً لا يعرف أحد تحديداً ما الذي يقصده هل يقصده على المسار الداخلي على المسار الخارجي على العموم سنتابع معك جلال ومع مشاهدينا الكرام حيكم الله جميعاً من واشنطن شبكة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أضحى يدرك أن معركته لإلغاء نتائج الانتخابات قد انتهت يأتي ذلك في وقت خسرت فيه حملته دعوة قضائية جديدة في بنسلفينيا كما كشفت إعادة فرز وعد الأصوات في مقاطعة ملوكي في ويسكنسون مجدداً كشفت فوز بايدن يدرك ترامب أنه قسر معركة قلب نتائج الانتخابات لصالحه لكنه وفقاً لشبكة بلومبرغ يمضي فيها قدماً لجمع الأموال من ناقبيه الغاضبين وذلك لمصلحة مشروعه السياسي ترامب يتجه بالفعل لموادرة البيت الأبيض وفقاً لمصادر الشبكة لكنه سيواصل حملته ضد الانتخابات ولن يقر بالهزيمة هناك تفاؤل وسيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا سيكون الأمر متروكاً للمحكمة لتقرر ما إذا كانت ستستمع للقضية أم لا انتخابات بنسلفينيا مزورة يؤكد ترامب في تغريدة نشرها رداً على رفض محكمة استئناف في الولاية دعوة لحملته سعت لمنع التصديق على نتائج الانتخابات هنا قرار المحكمة بحسب حملة بايدن تأكيد جديد لفشل مساعي ترامب وحملته بالطعن في نزاهة الانتخابات التي شهد لها أيضاً من تولوا تأمينها لطاقات الاقتراع تؤكد نزاهة الانتخابات الأخيرة لقد توافقت عملية إعادة الفرز مع نتائج العد الأولي وهذا دليل إضافي بالنسبة لي على أن النظام الذي استخدم في عملية التصويت أدى عمله كما هو متوقع وعلى الشعب الأمريكي أن يكون واثقاً مئة في المئة بالنتائج إعادة فرز الأصوات في ملواكي أكبر مقاطعات ولاية ويسكنسون انتهت بتأكيد فوز بايدن بل وتوسيع الفارق لصالحه أمر احتفت به حملة الرئيس المنتخب لا سيما أن تكلفة إعادة الفرز دفعتها حملة ترامب على أمل أن تتغير النتائج الانتخابات انتهت وعلى ترامب التسليم بهذا الواقع تقول حملة بايدن التي لا ترى في لجوء حملة ترامب إلى المحكمة العليا ما يبعث على القلق فما رفض في بقية المحاكم سيرفض فيها كما تقول مرد هاشم الجزيرة والمنتون ديلاوير ونقل موقع الديلي بيست عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب يناقش مع مستشاريه والبقربين منه احتمال إعلانه الترشح لانتخابات عام 2024 وأنه يستعرض معهم خطة بشأن حملته الانتخابية في ذلك الوقت وأشار الموقع إلى أن ترامب يبحث مختلف السبل لإعاقة جهود الرئيس المنتخب ونوابه مهامة وأن نيته هي الترشح للانتخابات عام 2024 كل هذا يصب في هذا السيق نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول رفيع أن الرئيس دونالد ترامب قد أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قتل أي أمريكي في الهجمات المنسوبة إلى إيران في العراق ووفقا للمصدر ذاته فإن المسؤولين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران لكنه أبلغهم أن مقتل أي أمريكي من شأنه أن يؤدي إلى انتقام فوري وسحق كما قال أضافت الصحيفة أنه بعد أيام فقط من لقاء ترامب بمستشاريه زار قائد فيلق القدس والمسؤول عن العمليات الخاصة لطهران في الخارج إسماعيل القآني العراق للحث على ضبط النفس وذكرت الواشنغتن بوست أن اللواء قآني حذر الميليشيات والفصائل التابعة لها من أي تصعيد للهجمات ضد أهداف أمريكية قبل مغادرة ترامب لمنصبه ويسعدني الآن أن أرحب بضيوفنا هنا محللي قناة الجزيرة شؤون الانتخابات ديفيد بولجر، محمد منشاوي ورون ميرينغ طبعا نذكركم فقط لنضع الحوار في سياقه أن ديفيد يمثل الجانب الديمقراطي ورون يمثل الجانب الجمهوري وطبعا محمد هو المحلل السياسي هنا والذي يحتفظ بالمسافة من الطرفين وصاحب كتاب ترامب أولا أهلا بكم جميعا إذن الكل يتحدث عن ضبط النفس سواء من الجانب الإيراني أو من الجهات خارجية وتطالب إيران بعدم صب الزيت على النار ولكن رون بحديث ترامب الأخير بأنه سينتقم لأي أمريكي يصاب إذا ما فعلا تحرك ذلك أليس هو من يصب الزيت على النار هنا؟ لا أعتقد أن هناك أي شيء جديد من الرئيس هو يستخدم لغة قوية مثلا هو وجه لغة قوية إلى كوريا الشمالية وقائد كوريا الشمالية بعد ذلك تحدث عن العلاقات العظيمة التي موجودة معها لذلك هذا أمر مألوف من دونالد ترامب يستخدم لغة قوية لكن عندما يتغير التوجه الأمور هو بإمكانها أن ينتقل إلى نقطة أخرى لكن لهذا الأمر لا يغير وجهة نظر الولايات المتحدة في أن مطامح إيران النووية تمثل تهديدا كبيرا إلى الولايات المتحدة وللاستقرار للمنطقة أيضا وهذا الأمر سيستمر لكن إذا ما غير الإيرانيون موقفهم أي شيء ممكن مع هذا الرئيس ديفيد اللغة قوية مع كوريا الشمالية هذا الشيء ولكن أن تستعمل اللغة قوية مع إيران في هذا التوقيت بالذات وأكثر من خمسين يوم تبعدنا عن يوم 20 يناير وحديثه عن أن كل شيء ممكن أن يحصل ألا يضع هذا في كفة أخرى؟ نعم نعم أعتقد أن الأمر كلامه غير مسؤول ولقد كنا سمعنا خلال الأربع سنوات الماضية دونالد ترامب وتعليقاته ليس فقط عن اللاعبين المحلين لكنه على القادة الدوليين أيضا وقد كان الأمر محرجا لكن في هذه الحالة الآن مع ضيق الوقت والوقت الذي لدى الولايات المتحدة رئيس ورئيس منتقل لذلك سيكون هناك فترة انتقالية هناك أعداء وإضافة إلى حلفاء ينظرون إلى هذا الأمر لأنها أوقات غير مستقرة وبالنسبة لأن يأتي الرئيس بهذه المزاعم أو التصريحات أو أن يزيد من حد التصريحات يعتقد أن الأمر غير مسؤول وتصرف غير مسؤول ويجب عليه إذا ما أراد أن يركز على القضايا المحكم عليه أن يقوم بذلك لكن عندما يكون هناك أزمة دولية مثل هذه التي شاهدناها بإمكان الناس أن يتأذوا أو قد يسقط قتلى في هذه الحالة في بعض الأحيان محمد المنشاوي يعني لنأخذ مسافة من ما سمعناه من الطرفين الآن يعني بتحليلك أنت هل ترجح فعلا أن يتحرك ترامب باتجاه الذي يحذر منه الكثيرون هنا لا أتصور الرئيس ترامب أهم إرسله في السياسة الخارجية حتى الآن هو عدم شن حروب جديدة في أشراك الأوسط وإخراج الولايات المتحدة من مستنقعي أفغانستان والعراق هو أعتقد أنه صادق في هذا الطرح هو والمؤسسة الجمهورية على أكملها لا هناك مصالح تخدم من بقاء أمريكا في العراق أو أفغانستان ولا هناك مصالح من شن حرب على إيران أعتقد أن ما تكون به واشتون والرئيس ترامب هو محول الردع إيران من أركيان برد فعل عنيف على ما حدث في تهران أمس من اغتيال أكبر عالم نووي فيها كي لا تضطر واشتون لتدخل أرسل الأسبوع الماضي أكبر كازفة أمريكية بي 52 وأمس أرسل حمل الطائرات للخليج وأعتقد أن هذا رسالة ردع قوية لإيران لا تتهور أو تبدأ أي معركة أو أي هجوم وإلا شن رد قاسي وهو لا يريد أركيان بذلك في هذه الأيام الأخيرة من رئاساته ولكن قد يجادل معك محمد أحد ويقول لك لا هو في الواقع له مصلحة له مصلحة أن يقطع الطريق على بايدن أن يحرجه أن يعرقل الأمور أكثر مما هي عليه الآن أتصور أن الإسرائيل وحلفاء ترامب في المنطقة الإمارات والسعودية يكمون بهذه المهمة بزكاء وجدية ولا داعي أن تطورت واشتون في تعقيد هذا الأمر بايدن أكر أنه سيعيد العمل بالاتفاق النووي بعد مفاوضات جديدة على أسس جديدة مع إيران وهذا سيقابله تشدد إيراني خاصة بعد اغتيال العالم الإيراني أمس وعطيت أن هذا عرقل بالفعل الخارطة الأمريكية الإيرانية بدون الحاجة إلى العمل العسكري كبير يكون به رئيس ترامب الآن إذا تسمحوا لي فقط نضع فقط نقطة هنا على هذا الموضوع ونفتح ملف آخر داخلي يتعلق بالاختيارات وكيف سيتأثر كل فريق بالمرحلة الحالية بما يجري الآن على الصعيد الخارجي لنأخذ مثلا ديفيد حملة أو الفريق الانتقالي لترامب هو يعين الآن المناصب الأساسية لإدارته المقبلة كيف تعتقد أن هذه الاختيارات التي قدمت حتى الآن التعيينات سيكون لها دور في المرحلة القادمة على ضوء ما يجري الآن في إيران تحدث عن الفترة الانتقالية أعتقد تقليديا أنه سيكون هناك الإدارة المغادرة تنصح الإدارة الجديدة بما سيحدث أعتقد أن هذا لا يحدث أنهم يحصلون على الإحاطة من الحكومة لكن لا أعتقد أن هناك أي تنسيق حقيقي فيما يتعلق بما حدث خلال 48 ساعة الماضية هذا الأسبوع سنرى المزيد من التعيينات حول الجانب الاقتصادي وأيضا ربما وزير الدفاع ترشيح له ربما مدير الـ CIA وكالة الاستخبارات المركزية لذلك سيتم طرح المزيد من التعيينات والأسماء بشكل يومي وأعتقد أن الرئيس ترامب سيحاول مواجهة هذا الأمر ربما رفع المزيد من القضايا وأيضا في المحكمة المحاكم وفي المحكمة العالية من أجل اشتشيط الانتباه الذي قد تحظى به حملة بايدن رون تعقيبك على هذا يعني في النهاية ربما لا تطلع الرئيس المنتخب على تفاصيل تتعلق بجائحة كورونا وهو أمر مهم جدا للمواطن الأمريكي ولكن أن لا تطلعه على تفاصيل تتعلق بسياسة أمريكا الخارجية قد يكون شأن أخر يجب أن يكون هناك تعاون بين الإدارة الحالية والإدارة الجديدة حول القضايا الدولية ليس هناك أي شيء على أمريكا أن تكون مهيئة بشكل جيد أما قد يحدث أعتقد أن في نفس الوقت فإن بقية العالم يتوقع ما نهج بايدن في المنطقة وكيف سيكون وهم يتحركون على هذا الأساس لن يفاجئني إذا ربما الإجراءات التي تم انتخاذها من أجل اختيال العالم الإيراني تم انتخاذها تأهبا لسياسة أكثر لينا من الولايات المتحدة من قبل إدارة بايدن مع إيران وهذه العناصر والتي كانت تمكنت من التحرق قد استغلت هذه الفرصة قبل أن يكون هناك ناهج جديد يأتي من الإدارة الأمريكية الجديدة بغض النظر عن الاتفاق النووي الذي يريد جو بايدن أن يعيد تفاوض معه إيران يجب أن يكون هناك هذا اتفاق جديد يدمر الإمكانيات الإيرانية محمد هذا بالضبط ما يتحدث عنه الجميع ما يقوم به الآن ترامب هو يقطع الطريق على بايدن وعلى فريقه المرتقب في التعامل هو يضع له المخطط يحرجه أكثر من أي وقت ماضي هل ما يجري أكد ذلك؟ لحد ما لكن أعتقد أن كبار الأعضاء الحزب الديمقراطي والجمهوريين أيضا تعلموا درس أليم جدا خلال العشرين عاما الأخيرة أن الغزو الأمريكي العراق وأفغانستان من قبله والتورط الأمريكي الكبير في منطقة مثل الشرق الأوسط التي لم تعود لها أهمية كبيرة في العلاقات الدولية سمح للصين بالتفرغ لبناء قوة كبيرة سواء تكنولوجيا أو عسكريا وأمريكا أصبحت فوجئت أن تورطها في شرق الأوسط لم يكن له أي إضافة كبيرة في مواجهتها الأهم مع الصين ما الذي تعين على بايدن الآن أن يفعله في ضوء ما حصل برأيك؟ أن يكمل ما قم بها رئيس ترامب من إخراج الكوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وأن يعيد العمل بالاتفاق النووي وأن تتجه أمريكا لمواجهة التحدي الأكبر وهو الصين وشرق آسيا وليس الشرق الأوسط كما هو واضح التحديات كبيرة أشكركم جميعا أشكرك ديفيد